سعادة الدكتور طلال أبو غزالة المواطن العالم الناجح تعلمك الخطى أن الطريق حكاية ومدى الحكاية أن تكون كما أردت بما اكتنزت من المسافة لاجئا في كفه وجه الوطن إن المعاناة التي طالما كانت قرينة الإبداع حولت الكثيرين من حملة الفكر والوعي من النقمة إلى النعمة التي لم تكن وليدة الصدفة قضى اللاجئ الفلسطيني طلال أبو غزالة السنوات العشر الأولى من عمره في يافا في فلسطين ثم هجر قصرا على متن باخرة شحن أثناء النكبة الفلسطينية عام 1948 إلى قرية الغازية اللبنانية والتحق بالمدرسة الابتدائية في صيدة ثم انتقل إلى المدرسة الثانوية في المقاصد الإسلامية في بيروت تابع الشاب طلال أبو غزالة تعليمه الجامعي في الجامعة الأمريكية في بيروت حيث حصل على منحة دراسية كاملة إذ كان مضطرا لأن يكون الأول على مستوى الجمهورية اللبنانية ليحظى بتلك المنحة كيف لا يكون والشمعة تقهر الظلام والخطوة تذيب الألف ميل وتناسلت الأفكار التي كان مصدرها والده الذي ترك له إرث الوصية حين قال له إن في التجارة ثلثي الإمارة فحث الخطى وواصل السير ليقف شاهدا على عظمة الإرادة وفي عام 1972 تأسست شركة طلال أبو غزالة وشركاه تاجي في الكويت وهي مجموعة شركات عالمية تقدم الخدمات المهنية على مستوى العالم دعمت شركة طلال أبو غزالة الملكية الفكرية في العالم العربي خلال السبعينيات تحت اسم أبو غزالة للملكية الفكرية ثم توسع مجال عملها ليشمل الاستشارات الإدارية ونقل التكنولوجيا والتدريب والملكية الفكرية والخدمات القانونية وتقنية المعلومات وبناء القدرات والتوظيف والمعلومات الاعتمانية والترجمة والنشر وتعمل المجموعة من خلال مكاتبها البالغ عددها 80 مكتبا و180 مكتب تمثيل حول العالم وللمناصب الرفيعة التي شغلها سعادة الدكتور طلال أبو غزالة حيز وفخر لكل من آمن بعروبته والتي كان فيها قائدا وربانا عربيا لأكبر المؤسسات والمنظمات العالمية وكان أبرزها رئاسة فريق الأمم المتحدة لتقنية المعلومات والاتصالات وفريق عمل غرفة التجارة الدولية في فرنسا وفريق الخبراء في منظمة التجارة العالمية في سويسرا واللجنة الاستشارية العليا لمنظمة التعاون الدولية في تركيا والمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم في ألمانيا وجولات كثيرة بين المناصب والمشاركات والمساهمات بالإضافة إلى التكريمات الدولية والإقليمية التي كان يفخر بها دائما وبعروبته ووطنيته القيادية إلى أن وصلت لتكمل جولاتها جنبا إلى جنب بصحبة أفضل الشخصيات العالمية والإسلامية لاجئ فلسطيني يثبت للعالم أجمع أن المعاناة نعمة توازي الخلود ليصبح بفكره وعزمه صاحب أكبر مجموعة خدماتية معرفية في الدنيا سعادة الدكتور طلال أبو غزالة المواطن العالمي الناجح نموذج فلسطيني عربي مسلم تخطى العالمية بما نال من فكر وعزيمة جعلته مثار الحديث عن النجاح ليحقق نبوءته أمام العالم بأننا أمة تستحق الحياة وأن نعمة المعاناة تقود إلى النجاح أنا حافظ في كل هذا وفي كل ما أقوم به سواء كان علم أو عمل أو إبداع أو تفوق أو تأليف أو أي شيء لدي حافظ واحد اسمه فلسطيني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر